هذا وأكد المقدم طبيب منافل قحطان استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أكد أن مملكة البحرين مستمرة في تسخير كافة الإمكانيات من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع وفق أفضل الممارسات الصحية العالمية وأشار إلى أن البحرين ضمن مسارات تعاملها مع جائحة فيروس كورونا قامت بتكثيف الجهود الوقائية تعزيزا للأمن الصحي الاستباقي عبر المتابعة المستمرة للمستجدات العالمية وأضاف القحطاني أن اللقاحات وسيلة فعالة قائمة على أسس منهجية علمية تهدف للوقاية من الأمراض بشكل عام ومكافحة مسبباتها مبينا أن لقاح كوفيد-19 المعتمد لا تختلف آلية عمله عن بقية لقاحات الأمراض الأخرى إذ يسهم في تطوير استجابة مناعية للجسم عبر منع العدوى أو السيطرة عليها إلى جانب تقوية الجهاز المناعي من خلال تكوين الأجسام المضادة بشكل آمن ودع القحطاني جميع المواطنين والمقيمين ممنهم فوق الثامنة عشرة من العمر إلى التسجيل لأخذ اللقاح حماية لأنفسهم وللمجتمع كافة وذلك ضمن الخطة الوطنية للتطعيم التي تستهدف الوصول إلى عشرة آلاف تطعيم يوميا من خلال ثمانية وعشرين مركزا طبيا وأكدا أن وعي المجتمع بأهمية أخذ اللقاح وأحث الجميع لأخذه أمر ضروري في هذه المرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس بما يدعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر